أهلاً وسهلاً بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة ورده طريقتها سهلة وبسيطة نستخدم اي جي خيط عندنا وكل خيط بنستخدم معي قبرة على مقاسه يعني انا هستخدم خيط رفاية وهستخدم معي قبرة ستانلس مقاسي 2 اول حاجة هنشتغل الدايرة السحرية بعد ما اشتغلت الدايرة السحرية بالشكل ده كده هارتفع غرزة سلسلة واحدة بس وادخل جواة الدايرة السحرية وهاشتغل غرزة حشو بعد ما اشتغل ثلاثة سلسلة بعد ما اشتغل ثلاثة سلسلة اثنين ثلاثة وهنا هنزل عمل غرزة بيكو هيكون عندي فتلاثين اهمت ليه بتاعت السلاسل اللي انا ارتفعتها غرزة الحشو هدخل تحتهم وهاشتغل غرزة منزلقة دي غرزة البيكو هتدينا الشكل ده كده كده معينا اول بطلة من الوردة ثاني هدخل جواة الدايرة السحرية وباشتغل غرزة حشو وبعد كده باشتغل ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وباشتغل غرزة بيكو ان انا بدخل في الفتلة دي والفتلة اللي تحت اللي هي بتاعت غرزة الحشو وباشتغل غرزة منزلقة دي كده غرزة بيكو كده تكونت معي بتلتين ثاني هدخل جواة الدايرة واشتغل غرزة حشو وبعد كده باشتغل ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة بدخل باشتغل غرزة بيكو بسحب الخيط باشتغل منزلقة ثلاثة تكون معي بالشكل ده كده باشتغل عدد البتلات اللي انا عاوزيها على حسب حجم الوردة اللي انا عاوزيها ثاني هدخل جواة الدايرة واشتغل غرزة حشو واشتغل ثلاثة سلسلة ثلاثة واشتغل غرزة بيكو كده انا اشتغلت اربعة بتلات هتكون معي بالشكل ده كده هكمل بنفس الطريقة انا اشتغلت اربعة هعمل كمان 16 عشان الاجمال هيكون معي عشرين وهرجع ان تمريكو شكلها هيكون عامل ازاي اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لعدة البتلات اللي انا عاوزيها ممكن تقليلي البتلات عن كده ممكن تزوديها وممكن بدل ما تعملي غرزة حشو ممكن تعملي غرزة نصف عمود ثلاثة سلسلة غرزة بيكو بدل غرزة الحشو وممكن تعملي غرزة عمود بلفها لو حابة تكبريها نعم انا حابة اكون خليها صغيرة علشان انا هزين بيها بنسا فهتكون معي بالشكل ده كده فدلوقتي هنقف انا وصلت للحجم اللي انا عاوزيه انا كنت ارتفعت السلسلة في بداية الدور هدخل تحفيها واشتغل غرزة منزلقة حاملها واسحب الخيط واقصي بالمقص سوف أقوم بإبرة التنظيف أدخل الخيوط الزيادة في الشغلة من وراء و أرجع لكم تانية و أريكم أن نشتغل بها أدخلت الخيوط الزيادة في الشغلة من وراء بقت معيه بشكل هذا كده شكلها جميل جدا و مميز كما قلنا ممكن نكبرها عن كده بدلا ما نعمل غرزة حشب ممكن نعمل غرزة نصف عمود أو غرزة عمود بلفة و نعمل نفس غرزة البيكل اللي احنا بنشتغلها هتديني شكل جميل أنا هزيين بيها الكليبسة دي الكليبسة كنت عملتها في فيديو قبل كده على القناة هزيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف فأنا هجيب الشمح حطوا على دهرها بالشكل ده كده هلزأ جامد كده هتكون معيه بالشكل ده كده ممكن مش هلزأ بيها كليبسات ممكن هلزأ بيها هي حاجة تانية توقعوا شيء مسلا او هلزأ بيها مشغولات شوء هتكون معيه بالشكل ده كده شكلها جميلة ممكن اجيب خرزة صغيرة وحطها هنا فيكون شكلها مميز معيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة